موسيقى مساء الخير بلشنا معكم حلقتنا الجديدة من برنامج دوز يلي رح نتعرف فيه اليوم على العديد من المواضع الطبية المهمة والحديثة وأكيد رح نتناول ضمن حلقتنا تقارير حول نصائح مهمة لصحتكم وللوقاية بشكل عام من الأمراض بالإضافة لدراسات أكيد بتفيدكم وطبعا ببداية حلقتنا بدنا نتشكر طلاب كلية الهندسة الميكانيكية الهندسة الطبية على اختراعاتهم المتفردة يلي رح نستفاد منها لبعدين وعلى جهودهم يلي بدلوها ليقدموا أجهزة بتغير حياة البشرية والاختراعات بشكل عام ما عم متوقف عم نشهد روبوتات عم تقوم بعمليات جراحية صعبة ومنها الروبوت ستار يلي رح نشوف شو عمل بهالتقرير عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات صار جدا حديث لهيك أجرى روبوت عملية تنظير للبطن بدون مساعدة لأول مرة وفق دراسة لمجال العمليات الآلية وبتصير المهمة أكثر صعوبة بجراحة التنظير بحيث بتم إدخال الأدوات من خلال شقوق صغيرة وبهالحال بتراوح طوله بين سنتيمتر واحد وثلاث سنتيمترات ببطن المريض مع ترك مساحة صغيرة للمناورة والرؤية ويقال أنه تفوق الروبوت بالعملية هذا الشي برجع لوجود نظام ذكاء اصطناعي ساعده على مزامنة تحركاته مع صعود وهبوط التنفس بحين أنه نظام الكاميرا المطور اشتغل كمنظار ضوءي منظم وقدم للروبوت ثوار عن عمق الجرح وقام طبيب بتمييز الأمعاء بنقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء ولتقططها كاميرا ثابتة وهذا الشي سمح للروبوت ببناء نموذج افتراض ثلاث الأبعاد لسطح الأنسجة وكانت نتيجة نهائية عبارة عن صف أنيق من الغراز متباعدة بأبعاد متساوية منع تسرب الدم أو أكثر من اللي صنع المتخصصين بشريين وقالوا الباحثين أنها العملية هي خطوة لأدخال الروبوتات ببعض الجوانب الجراحية يلي بتطلب حركات دقيقة ومتكررة وبيعتقدوا أن الروبوت يمكن أن يكون جهاز للعمل على البشر خلال خمس سنوات وحاليا عم يخضع على التدريب على إزالة الأورام وعم تظهر دراسة أن الروبوت بإمكانه استهداف الخلايا السرطانية بالضبط مثل الجراحين البشر ولكن السؤال يا ترى هل الذكاء الاصطناعي رح ياخد بيوم من الأيام مكان الجراحين والأطباء المتخصصين بالعمليات الجراحية؟ المعادلة غير عادلة لأن البشر هنون اللي اخترعوا الروبوتات وبأي لحظة ممكن يكونوا قادرين على توقيفهم والعلم البشري والإنساني هو بأقوى بالواقع من الذكاء الاصطناعي لنفسهم البشر عملوا ومع المعلومات ممكن وصلنا للختام على أمل نشوف تطورات طبية ذكية قادرة على نفع الناس أكتر شهر نوبمبر شهر التوعية بسرطان البروستات ويلي بيعتبر من أكتر أنواع السرطانات شيوعا عند الرجال وهو بمراحله الأولى صامت وبحسب التصنيفات فهو يعد ثاني سبب للوفاة بعد سرطان الرياء طبعا للأسف وتأكيدا من الدراسات أن معظم الرجال ما بيعملوا فحص دوري للكشف عنه لهيك اليوم رح نحكي عن سرطان البروستات بشكل عام ونعمل مراجعة طبية شاملة للمرض مع التشخيص وأبرز طرق العلاج مع ضيفنا الدكتور خالد الطباجي اختصاصي جراحة بولية بالتنظير مرحبا دكتور أهلا وسهلا بكم يسعد مساكن وجمع مباركي شكرا لكم جزيلا على الاستضافة الرائعة علينا وعليك يا رب تسلام طيب بداية الدكتور خليني نشرح شو المقصود بالضبط بسرطان البروستات سرطان البروستات هلأ نحن بصراحة بالأجواء العامة تابعة العالم العربي والإسلامي اللي عم يمروا فيها لازم نقول أول شي نتمنى لسيد الرئيس رحلة موافقة على القمة العربية ونتمنى إن شاء الله من هالقمة أنه يوقف القصف والأتل والدمار اللي عم يصيروا في فلسطين وبغزة وقتل أطفال والنساء وبصراحة هذا الشهر هو شهر التوعية واليوم كنا نحن نحكي عن توعية الرجولة حقيقة الرجولة الحقيقية هي اللي يتقدم على أرض فلسطين أرض المقاومة إن كان مقاوم باللبنان بالعراق فلسطين باليمن وسوريا بعدين نحكي عن سرطان البروستات هذا الشهر هو شهر التوعية عن سرطان البروستات سرطان البروستات لحتى نعرف عنه أكتر بنا نحكي شو هي البروستات البروستات هي غدة إكسسوارية ثانوية عند الذكور بتكون موجودة مباشرة تحت المثانة أو اللي تسمى بالعامية المبولة وهي الجزء الموجود بأسفل الحوض بيخزن البول ثم يطرح البول منها عبر الإحليل البروستات هون مباشرة عندما خرجها غدة البروستات عادة بيكون حجمة بين 18 ل 20 غرام عند أغلب الذكور بعد عمر الأربعين سنة بتبلش تكبر عند كل الذكور وهي اسمها ضخامة حميدة لازم نفرع لأنه بعد هذه الحلقة رح تجي اتصارات كتير أنا عندي ضخامة البروستات هل هي سرطان؟ لا الضخامة هي 90-95% بتصيب كل الذكور لكن اللي بهمنا نوعي عنه هو سرطان البروستات اللي هو الورام الخبيث اللي بيصيب البروستات أورام البروستات حقيقة متعددة بس في نوع هو الأكتر شيوعا بيصيب تقريبا 90% من أنواع سرطان البروستات تزداد نسبة حصول سرطان البروستات بعد عمر الخمسة واربعين سنة عند الذكور اللي لون بشرتهم قريبة للسمار أما الناس البيض فبعد الخمسين سنة فهون هي النقطة اللي منحب نحطها أول وحدة أنه كل رجل بلغ من العمر إن كان أسمراني هو الأحلى والأكتر كيتني فهذا يبلش من 45 سنة لقينا أنه الكولاجين عندهم هن في نسبة اختلاف بالكولاجين بين البيض بشرة وبين السمر بشرتهم فلقوا أنه اللي عندهم كولاجين أعلى لهم السمر فهن معرضين لسرطان البروستات بنسبة أعلى فلعمره 45 سنة بيبلش لازم يزور الطبيب فحصه البروستات فحص جدا بسيط جدا سهل قصة بسيطة منبلش فيها مع المريض منشوف شيء منسميه عوامل خطورة وأهمها التدخين السمنة وشرب الكحول هذول الأشياء نحن منشوفهم عند المريض طبعا والقصة العائلية إذا حدا من عائلته مصاب سابقا بسرطان البروستات إذا موجودين منبلش نحن بالفحص السريري والفحص الذي نسميه الفحص الخاص بالبروستات بعد هذا الفحص يكون لدينا 70% إلى 80% هل هذا الشخص عنده لا سمح الله سرطان بروستات أو لا ثم نلجأ لبعدها وهون أكد على أنه بعدها يعني بعد زيارة الطبيب والفحص لنطلب تحليل اسمه المستضد النوعي البروستاتي المعروف بي اس اي البي اس اي هو هرمون يعمل من الدم منسحب هذا التحليل أبدا اللي بدي أحكيه لكل المرضى ولكل المشاهدين والمستمعين مو القيمة هي أربعة طبيعية هذا الشي بطل من زمان صار فيه شيء له تدريج يعني الشخص عمره 50 مقبول تحت الواحد عمره 60 لحد 2 مو لأربعة فللأسف في مرضى كتير بتغفل بيروح بيعمل التحليل لحانه بيسمع نحن عم نوعي وبي اس اي هو الشي اللي منيح ما بيحب يزور الطبيب بيروح بيعمل التحليل لحاله بيلاقي مثلا ثلاثة ونص بيقول لك اوكي انا نورمل بس هو عمره 50 سنة تسز أب نورمل 40-50 بالمئة انت معك ورم برستات خبير بهذا الرقم تمام فالفكرة لازم تزور طبيب زائدا ممكن واحد يجي بي اس اي عشرين ويجي يركض على البولية لانه هو عمل لحاله التحليل فمنقول له لا انت ممكن عملته لانه في شروط معينة قبل ما تعمل هذا التحليل لازم مثلا ما يكون فيه جماعة 3 ايام قبل التحليل هي معلومة احيانا كتير اطباء حتى ما بتسكره ومخابر لازم يكون ما فيه قذف ما يكون مثلا راكب بسكليتي ميتور او حصان يعني ما عامل سايكلينق قبل ما يعمل التحليل مهم جدا كمان قبل ما يعمل هذا التحليل ما يكون مثلا عامل تنظير نتأكد قبل التحليل من تحليل بول وزرع بول انه سليم اذا فيه جرثومة لحالة بترفع البي اس اي اذا فيه اسباب كتير لترفع هذا الشيء اللي للأسف عم نشوفها ظاهرة الآن انه الناس تروح لحالة بتعمل هذا التحليل الدم وبتجيب لك نتائج اب نورمال وبتقل لك قارن ليها او بيفكر انه هو تحت الاربعة هو نورمال اذا هلأ هون وصلنا لشغلتين مهمين بالتوعية واحد انه لازم تزور طبيب اي طبيب بولية كل الاطباء خير وبركة المهم تزورهم وتحكي له ان كنت اسمر من عمر 45 وان كنت ابيضاني فبعد عمر الخمسين سنة طبعا ان كان في عندك حدا من العائلة ابوك اخوالك وعمومك كان معهم سرطان وبرستات مثبت فلازم تزور يفضل من عمر الاربعين سنة الشيء الثاني ما تعمل تحليل البي اس اي لحالك ابدا لو كان مجاني لو كنت بدك تعمله بمشفى حكومي ما تستهتر فيه اللي بدنا نحكيه كمان بالتوعية ممنوعه يعمله اي حدا تحت الاربعين سنة او اي حدا فوق ستة وسبعين سنة 80 سنة عامل بي اس اي وطالع عالي بهذا العمر نحن ما منحب حتى نداخل على البي اس اي في كتير شغلات بتغير هذا التحليل فهم مهم جدا اذا من اكد على النقطة التانية اللي هي كمان ما حدا يعمل بي اس اي او مستطد نوعي بروستاتي لحاله الا بعد زيارة الطبيب وطلب الطبيب لهذا التحليل اما ما يعمله لحاله ولا يقول حتى التحليل نورمل ولا ابنورمل بعد ما نعمل التحليل والفحص اذا كان فيه عنا شك بورم بروستات هون بحب نبه انه ما في شي اسمه ورم بروستات بتحليل وفحص منقول فيه شك عالي او نحن متوجهين بهذا الاتجاه فيجب بعدها ننتقل للخزعة الخزعة هي اجراء بسيط وسهل ناس كتير بتخاف حتى بالنساء احيانا ورام الثدي كنا نوعي عنا الشهر الماضي هلأ بالبرستات هي شيء بسيط جدا ابرة صغيرة تدخل على هذا العضو بتاخد منه عينات اللي بدي انقله بهون من منصة دوزر رائعة اللي بتنقل دائما معلومات صحيحة للأسف عنا بالمجتمع وانتو حضرتكم طبيبات بيقلك اذا اخدت ورم حركت الورم هاي المعلومة غير صحيحة نهائيا اي خزعة من ورم هي لا تحرك الورم ولا تسبب بانتشاره كمان هاي من التوعية بيجو ناس بيقلك حتى في ناس بيقلك والله دكتور شخصني وقالي بدي خزعة دير بالك تروح تعمل الخزعة هلأ بيطفش الورم هلأ بينتشر الورم هلأ بيركد الورم هاي كلها خاطئة غير صحيحة الخزعات بالمناسبة هي تأخذ بابرة الابرة بتجي إلها غمض خارجي والابرة بتدخل من داخل الغمض طبعا ولو انه علميا ما بينتشر لكن نحن بناخدها أكتر تأكيدا الابرة بتطلع من الغمض بتاخد العينة وبترجع بتفوت داخل الغمض وبنسحبها فهي ما بتنتشر أو ما بتروح للأجزاء المجاورة وبالرغم من انه لو راحت هي ما رح تنتشر أو يطفش الورم مثل ما كتير مرضى وقت نصل لمرحلة الخزع بالخزعات في عنا نوعين في خزعة منسميها عبر الشرج وهي الأشيع بسوريا بتنعمل أحيانا مشكلتها أنه بتعمل شوية التهابات بعد الخزع الشيء الثاني اللي احنا بنعمله جديد هاي السنة طرحنا اللي هو الخزعة عبر العجان يعني نحنا بنعمل خزعات للبرستات عبر العجان العجان هو المنطقة اللي بين الخصيتين أو كيس الصفن ومنطقة فتحة الشرج يعني عبر الجلد هاي الخزعة زيرو انتان يعني ما بصير فيها التهاب نهائيا حلاوتها كمان زيرو ألم ما بيحس المريض أبدا بالألم مرضى كتير عملوا عندي هاي الخزعة رح يقلك أنه أكيد ما حسيت بشي دكتور انت عملت لي خزعة؟ لا ما عملنا شي هي نخزات من الإبرز الصغيرة منفوت بهاي المنطقة بالجلد حلاوتها بتستهدف البرستات بشكل مباشر وبتستهدف أكتر باتجاه الورم جديد إن شاء الله نحن نحاول نفوت جهاز مثل ما كنا نحكي عنه الروبوت وهي الجراحات صار عنا جهاز جديد عالميا صاروا سنتين مطروح بالعالم هو منعمل صورة نحن لبرستات برنين مريض عنده شك عالبي ورم بروستات المرنان هو الخطوة الثالثة اللي بعد الصورة والخزعة منحكي عنه هون هذا أبشن إذا كان الورم صغير نعمل هاي الصورة رح تفرجينا وين المنطقة اللي مشكوك فيها بهذا الجهاز اللي هو روبوتيك نحن منزل صورة المرنان ومنقول له هون المنطقة اللي بننصيبها فبيحط لنا شيء اسمه بانيل على هاي البانيل بيقلنا فوت بالنقطة مثلا ألف مثل لعبة الشطرنج على السطر ألف عامودي وفقي مثلا ثلاثة أو أربعة انت رح تكون بقلب هاي النقطة فما حتفوت أي شيء من الورم الخبيث اللي هو هلأ هذا الشيء اللي إن شاء الله عم نطمح إن شاء الله ينزل جديدا بسوريا بعد ما نشخص ونقول للمريض عنده ورم بروستات بحب أقول لكل المرضى إنه ريح حالك ورم البروستات هو بين الأطباء نحن منمزح إذا حدا بيدعي على حدا بورم فممكن ندعي على بعض بورم بروستات لأنه هو ورم خفيف لطيف غير شرس هو عادة ورم البروستات يتعايش معه المريض للأسف كتير مرضى لما نقول له الخبر بيبكي أو بينهار أو كذا أبدا طبعا هو منصل ما بطلع من عيادتي غير ضحكان لكن الفكرة بدي أول للناس أنه ما تخافوا ورم البروستات هو ورم خفيف لطيف صح في نسبة بسيطة بيكون عدواني لكن 99% من أورام البروستات اللي بتشخص خاصة إذا كانت مراحلة الأولى علاجة أحيانا حبة أو إبري كل فترة بتاخدها فقط حلاوته لا بيهرر الشعر لا بيعمل مشاكل بالأضافر ما بيعمل مشاكل بالإيدين ورم البروستات ورم حتى ممكن يعني هلأ بلشنا بالمؤتمر اللي انعقده بشهر 23-23 صرنا نحاول نقول أنه حتى لو شخصت عند الناس ورم البروستات من درجة خفيفة ما تعالج استنى عليه وراقبه لأنه العلم بلش يثبت أنه أحيانا أورام البروستات قد تكون هي جزء من حياة الرجل أو التقدم بالعمر بحياة الرجل إذا النقطة الثالثة اللي وصلنا له والمهمة أنه بالتوعية أنه لو تشخص عندك سرطان البروستات عزيزي المشاهد أو المستمع أنت وأهلك لا تذعروا سرطان البروستات مشرس مثل سرطان الرئة أو سرطان القولون لا قدر الله لأن هذه السرطانات عن جد تنتقل بسرعة والبقية إذا لم تعالجت سريعة مثلا الرئة 8 شهر إذا لم تعالج ورام القولون ممكن خلال سنتين إذا لم تعالج بالبروستات لو لم تعالجت وممكن 20 سنة تقضي حياتك وأنت حتى لم يعرفان يعني يكون بعض الناس تخبي النتائج عن المريض فهو يكون لم يعرفان ويعيش 20 سنة من حياة رائعة وجميلة وحلوة وأبدا محاسس أنه عنده أي مشاكل فهي نقطة كتير مهمة بأورام البروستات خلينا نحكي شوي عن العلاج كونه ما شاء الله دكتور يعني وخلت لنا مجانا نسأل نوصل للعلاج حضرتك ذكرت أنه ممكن يكون حبة أو إبرة هو بيأخذ المريض ممكن نحن نحتاج لحل جراحي أحسنتي هلأ نحن هون منحكي وخلينا نتوسع قليلا من باب التوعية للمرضى عن علاج أورام البروستات نحن لما يجينا المريض ونشخص عنده أورام البروستات لازم نحط عنا شغلتين أمام أعيننا واحد صحة المريض العامة هل هو شاب هل هو بيتحرك شغله لازم ما يوقف هو قوي شي منسميه نحن أحيانا performance status يعني حالة المريض العامة منصنفها لصفر واحد وثنين وثلاثة واربعة وخمسة المريض إذا كان قوي وحرك وما عنده أي أمراض مزمنة هذا صفر هذا ممتاز هذا هون عادة مننتقل لنشوف خزعته أو نتائجه الأخرى شو طلعه بناء على الخزعة وتحليل المستطد النوعي ونوعية الورم الموجود منصرنا في الناس لخطورة منخفضة خطورة متوسطة خطورة عالية الناس اللي عندهم خطورة متوسطة وعالية وهو قوي وعين الله عليه وشبي يعني قلينا نحكي حدا بين الأربعين للخمسة وستين سنة عادة لسه هذا عمر شباب عادة هون منعد معه ونحكي منقول له كيف حابب نحن في عنا خيارات كتير في عنا أدوية في عنا أبر لكن إذا بدك حل ديفينتف فهو بيكون جراحي الجراحة بالبروستات الحمد لله متطورة جدا مظبوط لسه الجراحة المفتوحة بتنشغل ونتائجها رائعة وجميلة لكن نحن كمان في عنا الجراحة التنظيرية والأحسن والأحسن الجراحة الروبوتية اللي نطمح أن تدخل موجودة بدول الجوار لكن هي إجراء رائع جدا استقصال البروستات الجراحي إجراء بسيط وسهل بإيد الطبيب الخبير ونتائجه جدا رائعة اللي بحب أكد عليه لأنه كل رجال سيسأل عليه هل أنا بعد ما استقصال البروستاتي رح أفقد قدرتي؟ لا استقصال البروستات بالمراحل الأولى لنحكي لهدول المرضى اللي هن خطورة متوسطة لعالي وشباب عادة ما بيأثر على قدرة الرجل أو الذكورة تبعه تمام؟ فهون أول علاج يؤثر على الإنجاب؟ طبعا طبعا البروستات للأسف هي قاعدة بمنطقة خلينا نقول مثل سوريا بقلب العالم يعني أي شيء بده يمره خلال العالم ما زم يمر عبر سوريا البروستات أي شيء بالجهاز البولي بده يمر بده يمر عبر البروستات فهي بتكون بطريق شيء نسمينا نحن الأسهر اللي هو بينقل السائل المنوي فهو بمرأ محن نحن نستأصله خلال استقصال البروستات فأكيد استقصال البروستات ما بيخلي فيه إنجاب لكن سهل جدا يصير إنجاب مساعد اللي هو بينسحب الحيوانات المنوية دايريكت نلخصيتين وبتكون حقن أو طفل مبوب عند الأنثى هذا حكينا إذن العلاج الجراحي هو لشخص قوي ونشيط زائدا عنده خطورة عالية وليس منخفضة من وراء من البروستات هذا من قل له أنت لازمك جراحة طب فيه واحد قوي ونشيط وعنده وراء من البروستات نقول له ابن الرائبك نعم الخطورة المخفضة صرنا نحطه على شيء اسمه اكتف سيرفلنس اكتف سيرفلنس إنه منتابعه منضل نعدله التحليل كل ستة شهور ممكن نعيد الخزعة كل سنتين إذا ما تطور الورم ما منعمله شيء من قل له خليك لا تخاف وراء من البروستات ما حيطلع يعني فيه ناس كتير منتابعهم لحد عشر سنين ما منضطر نعمل له جراحة نعمل له ممكن علاجات متأخرة هو بيكون بعد خمسة وسبعين سنة صار إنه ممكن أنه يقبل إنه بلا جراحة وفقط على الحبوب والأدوية الشيء الثاني اللي واحد عنده خطورة عالية لكن عمره ما بيسمح بالجراحات هون مننقله لخيارين إما خيار العلاج الشعاعي هو شافي تماما بيأخذ جلسات من الأشعة نحن تنين وسبعين ستة وسبعين قريب ترجع أموره مثل الفلة ويروح ورم البروستات إذن حكينا هون بالنقطين عن الناس اللي عنده ورم بروستات محدد بالغدة وما منتشر هون مهم هلأ نجي للناس اللي لا سمح الله والله واتشخصنا ورم بروستات لأننا منتشر ورم بروستات بالمناسبة بيحب هو ضغر يروح للعظم وخاصة عظم الفقرات الظهرية وعظم الحوض قبل ما يروح للريء أو كذا وهي لكن هو عادة هاي المناطق اللي بيصيب إذا كان صاحب هاي المناطق بأي عمر من الأعمار الجراحة ليست الخيار الأول ما بصير فيه جراحة هون منقدر نختار للمريض من يقول له حصلا لازم تمشي على علاج هرموني اللي هو منعطيها حبوب أو إبر عبر البطن أو منحكي عن شيء اسمه الإخصاء الجراحي إذا كان غير متوفر للحبوب أو الحالة المادية ما بتسمح لشراء هذا العلاج تماما تمام دكتور لأسف في الوقت داهمنا وحضرتك كفيت وفيت بكل المعلومات أغنية الحلقة حققتها ما كان في داعي أبدا أننا نسأل الأسراء أبدا كان منكم وشكرا كتير لكم ولو أنتوا ما سألتوني أنتوا بعدتوا لي الأسئلة فشكرا كتير لكم أنا حضرتها مسبقا بالعكس وجودكم وحضوركم والمحاور اللي حطيتوها كانت رائعة وجميلة وبتغطي وبتفصي شكرا كتير دكتور لطريقة سردك اللطيفة أهلا وسهلا شكرا جزيلا لكم ارتفاع ضغط الدم ممكن يتأثر بالوراثة والعمر إلا أنه نمط الحياة بيلعب دور كتير كبير بتطوره وإدارته ومع حلول فصل الشتاء ممكن يتفاقم خطر ارتفاع ضغط الدم بسبب العديد من الأخطاء الشائعة بنمط الحياة لنعرف شو هالأخطاء خلونا نتابع سوا هالتقرير ما حلول فصل الشتاء في أخطاء كتير ممكن نرتكبها ممكن تسبب ارتفاع ضغط الدم من هي الأخطاء قلة النشاط البدني بفصل الشتاء بميل كتير من الناس ليصيروا أقل نشاطا وعدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة المستقر بيودي للشعور بالراحة فبيزيد الوزن والتوتر وبتنخفض لياقة القلب والأوعية الدموية فهي كلها عوامل بتساهم بارتفاع ضغط الدم ثانياً الأفراط في تناول الأطعم المريحة الشتاء مرادف للأطعم المريحة يلي غالباً تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والسعرات الحرارية فاستهلاكنا للحلويات غالباً بيزيد بفصل الشتاء أيضاً الاستهلاك المفرط للملح أحد عوامل الخطر المعروفة لارتفاع ضغط الدم لأنه يمكن أنه يتسبب باحتفاظ الجسم بالمياه فلازم نتأكد من تناول الطعام المطبوخ بالمنزل والتحكم بكميات الطعام وتناول كثير من الفواكه والخضروات ثالثاً عدم شرب كمية كافية من الماء بفصل الشتاء ما بيشعروا الناس بالعطش وبالتالي بيشربوا كميات أقل من الماء فبيودي الجفاف لارتفاع ضغط الدم لأنه الجسم بيحاول يحافظ على الماء عن طريق انقباض الأوعية الدموية أخيراً زيادة التوتر ممكن فصل الشتاء يستحب ضغوط إضافية بسبب الاستعدادات للعطل والتجمعات العائلية والمخاوف المتعلقة بالطأس فالإجهاد هو سبب معروف لارتفاع ضغط الدم بحي الحالة من الممكن ممارسة تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل واليوغا وتمارين التنفس العميق يلي هي مفيدة بشكل خاص خلال فصل الشتاء كل يوم نعمل أشياء معينة عن أصد أو بدون أصد الأمر يلي بيخلي هالعادات الروتينية أسلوب حياة ما بنقدر من خلاله نستنتج مقدار فائدتها أو ضررة على صحة جسمنا لكن السيء منها ممكن يتسبب بضعف مناعة الجسم على مدار فترة من الزمن ورح يؤثر على روتين الأكل والنوم لهيك من الضروري نعرفها والدكتورة فرح بخبرية اليوم رح تحكي لنا عنه شكراً دكتورة العادات اليومية الخاطئة كتيرا بس اليوم رح نختصرهم بخمس أفعال ممكن تشكل تهديد لسلامة الجسم أولاً النوم على البطن على الرغم من كونها الوضعية مريحة لكتير من الأشخاص وأنا منهم لكن بتخلي الشخص ينحط وشه مباشرة على الوسعادة بهالوضعية بتكون الرقبة بوضع غير طبيعي وبالتالي رح يصير مشاكل عنها بعملية التنفس والدورة الدموية عدا أنه النوم على البطن بيسهم بظهور التجاعد هذا موضوع كتير مهم لكل الصبايا تانياً استخدام عيدان الأسنان كونه مضرة بصحة الليسة وأطباء الأسنان إطلاقاً ما بينصحوا باستخدامها وأكيد بيفضلوا استخدام خيط تنظيف الأسنان كبديل عنها أو حتى اللجوء لغسول الفم وهو الخيار الأكتر أماناً تالتاً تقشير البذور بالأسنان الأشخاص اللي بيقشروا بذور القرع البطيخ أو حتى دوار الشمس بأسنانهم عادةً بيعانوا من مشاكل بالمرارة وبتدهور صحة الأسنان لهيك نحن بننصح بتقشير البذور بالأيدي علماً أنه أطباء الأسنان مثل الدكتورة فرح بتعرفوا على محبي بذور دوار الشمس من شكل طلف الأسنان الفريد يلي بيتركوا على السن رابعاً لمس الوجه باستمرار ممكن هالشيء صير بدون وعي من الشخص بس لمس الوجه بالأيدي ممكن يؤدي لظهور حب الشباب والتهاب العين بحال فركة وحتى ممكن ينقل الأمراض خاصة هلأ بفترة انتشار فيروس كورونا خامساً وأخيراً الجلوس طوال اليوم واللي ممكن يفرضه أسلوب العمل إذا كان مكتبي ممكن يرفع احتمالية إصابة عفون الشخص بأمراض القلب والسكري وبيطور عنده آلام بأسفل الظهر لهيك بينصح الأخصائيين بالمشي كل نصف ساعة لمدة عشر دقايق شو هيك دكتورة بهالأخبار؟ والله هي شكراً كتير على هالخبريات الحلوة اللي قدمت لنا ياها تماماً كانوا نستانعاً ماضي على الأسنان أما هلأ أي مرض أو إصابة حتى صداع بيصيبنا فوراً منلجأ المسكينات وبكمية كبيرة طبعاً نحن منفكر أنه هذا الحل أسرع لتخفيف الألم وفي ناس أكيد بتعرف أنه إله آثار جانبية ولكن ما بتعرف شو هي بالتفصيل ولا على شو بتأثر بالضبط لهيك خلونا نتعرف بهذا الإنفغراف السريع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكتير أوقات من روح الدكتور بسبب حالة مرضية معينة وبها الموقف ممكن ناخد أكتر من دواء للعلاج لكن يا تراشي مرة فكرنا باختلاط الأدوية كلها سوا أو حتى شعرنا بمضاعفات غريبة أو حتى عكسية بسبب هالدواء هذا الشيء بندرج تحت مفهوم تداخلات الدوائية وبيشمل أيضا تداخل الأدوية والغذاء شو المقصود بهالكلام وشو الحلول المناسبة رح نتعرف عليها أكتر مع ضيفتنا بالستوديو الدكتورة السيدة لانية هالة شاهين مرحبا دكتورة يا هالة يا سيد مساكن ومساكن يا رب دكتورة دكتورة خلينا نبتدأ حديثنا بأنه نحن نحكي شو المقصود بالتداخلات الدوائية تداخلات الدوائية يقصد فيها لما بيكون مادة فعالة بدواء معين تؤثر على فعالية مادة بدواء آخر لما بتم إدخال الدوائين معا إلى الجسم موضوع تداخلات الدوائية موضوع كتير كبير وكتير خطير الحقيقة أحيانا بيكون كل الأشخاص عرضة لموضوع تداخلات الدوائية خاصة كبار السن يلي بيصير في عندهم كمية كبيرة من الأدوية هن عم يتناولوها أو بعض الأشخاص يلي بيعانوا من أمراض كبدية أو أمراض كلوية لأنه بتعرفوا أنه الاستقلاب الرئيسي للأدوية بيكون بالكبد أو بالكلية بعض الأشخاص أحيانا يلي بيكون في عندهم عوامل وراسية بتلعب هذا الدور فبالتالي هن عرضة أكثر من غيرهم لأنه تظهر عندهم تداخلات دوائية طبعا التداخلات الدوائية تعني أنه إما هالدوائين مع بعض أو مفعول بعض أو هالدوائين مع بعض نقصوا من مفعول بعض وهون بقى بتجي المشكلة لأنه أحيانا زيادة الفعالية في إلا مشاكل كتير وأيضا وقت نحن عم ناخد دوائين وبيعاكسوا مفعول بعض فأيضا نكون نحن عم نخسر فعالية لتنين وما عم نستجيب والحالة المرضية عم تبقى موجودة صحيح صحيح دكتورة طيب فيك تحكي لنا شو تأثير تداخل دواء مع آخر كان نفس التركيب؟ نفس التركيب يعني كأنه أنت عم تاخدي جرعة زائدة طبعا نفس التركيب إذا نحن تقصدي فيها نفس المادة الفعالة وهي منشوفها كتير بالشتي خاصة بتكتر للشوحات وبيكتر الزكام فالناس تعرفين أنت بالأسواق موجود تركيبات خاصة للرشح يمكن الناس العادية ما بتعرف أنه ضمن هذه التركيبات موجود مسكينات ألم وخافضات حرارة فهنا بيتناولوا دواء الرشح وبياخدوا معهم سيتامول لنفرط هون كأنه أنت عم تاخدي جرعة زائدة بكل مخاطرة معروف نحن أنه حتى أبسط المواد السيتامول يلي هو أبسط المركبات لما نحن بناخده بجرعة زائدة فنحن عم ندخل على جسمنا شيء مؤذي للكبد على التكرار ممكن أن يؤدي إلى سمية كبدية تعطل الكبد عن أداء عمله فدائما نقدم ناخد دوائين إلى نفس التركيب هون دخلنا بقصة الجرعة الزائدة أيضا نحن بجوز مو نفس التركيب ممكن نحن ناخد دوائين إلى نفس المفعول مثلا أدوية الضغط عم ناخد نوعين من أدوية الضغط هاي أحيانا منشوفها عند كبار السن اللي بيكون عندهم ارتفاع الضغط معند فالطبيب بيكون عم بيوصف لهم نوعين من زمرتين مختلفتين من ارتفاع الضغط وبينبه الطبيب أنه وحده صباحا وحده مساء لكن أحيانا الشخص العادي أو كبار السن اللي مالون كتير جلد على أنه يستنى للمساء ويأخذ الحبة فبيأخذوهم مع بعض هون حصلنا على انخفاض ضغط مضاعف بهالحالي وبتعرف أنت انخفاض الضغط قديش مفعوله سيئ فإذن موضوع التداخل الدوائي موضوع أبدا ما نوهيين مضاره كتير كبيرة آثاره السلبية كتير كبيرة وأحيانا قد يؤدي إلى الوفاة طب دكتورة في حال نحنا كنا مضطرين ناخد نوعين من الدواء هنا سواء بيتأذروا بطريقة إيجابية أم سلبية شو الحل بهيك حالك؟ تأكدي تمام أنه نحنا دائما عندنا حلول لهذه الأصاص لأنه فقط الفارق الزمني هو كافي لأنه يخلصنا من التداخلات والشغلة الثانية هو عدم تناول أدوية بدون ما نستشير طبيب دائما الطبيب عنده كل المعلومات الكافية ليدلنا أنه نحنا إيه ما تلازم ناخد كل دواء وكل طبيب بيعرف أنه هذول الدوائيين هنه متآذرين أو متضادين خلينا نقول فدائما ضمن الرشدة بيقول أنه لأ هيدا صباحا هاد مساءا هاد بعد الغداء إلى آخره بيوجهنا مشكلتنا بالناس اللي ما بتستشير طبيب يلي تاخد أدوية من حالة هذي بيقعوا بالمشكلة وإلا لو كان فيه تآذر لو كان فيه تضاد الفاصل الزمني هو كافي لأنه عملية الاستقلاب تعرف أنت تتم خلال ساعتين ثلاثة ماكسيموم أربع ساعات نكون خالصين نحنا من الدواء وبإمكاننا ناخد دواء آخر فدائما استشارة الطبيب هي بتريحنا من هذا الموضوع بتخلينا نحنا بأمان بيصفى الخطر بس على الأشخاص اللي بتستخدم الأدوية عشوائيا طيب دكتور رفيكي توضحيننا شو المقصود بين تداخل الغداء والدواء؟ هلأ هاي نقطة كتير مهمة لأنه يمكن الناس ما بيخطر له هذا الشيء ما بيخطر لهم أنه الغداء هو يمارس مفعول على الدواء مثل كأنك عم تاخدي دواء آخر أيضا ببعض أنواع الأغذية تؤدي إلى حدوث فعل تآذر والبعض الآخر بيؤدي إلى فعل تضاد ولابد دائما أنه نشرحي الأستاذ مثلا الأشخاص اللي في عندهم فقر دم بعواز الحديد وبيتعالجوا بالحديد هنما بيعرفوا أنه إذا أخذوا دواء الحديد مع كاسة حليب أو جبنة أو ألبان لأنه محتوي على الكالسيوم فهي تؤدي إلى نقص امتصاص الحديد فبيكون الشخص عم بتعالج وبيقولك أنا عم باخد حديد بس ما عم بستفيد لأنه أنت عم تاخد معها ألبان وأجبان اللي هي بتعاكس عملية امتصاص الحديد نفس الشي في عندنا بعض أنواع الأغذية التي بتكسر خلينا نقول من الأنظيمات يلي بتعمل استقلاب للأدوية مثال عليها الجريففروت أو المعروف الجريفون نحن بالعام نقول له الجريفون الجريفون بيأثر على فعالية حوالي 50 دواء لأنه بيكسر الأنظيمات يلي هي مسؤولة عن استقلاب هاي الأدوية على رأسه عن الاستاتينات زمرة الاستاتينات الأشخاص اللي بيأخذوها لتخفيض الشحوم والكوليستيرول إذا أخذوا مع الدواء أخذوا غريفون ما لح يحصلوا أو بالعكس حيحصلوا على مفعول كتير قوي لأنه الأنظيم هون تكسر ما عد فيه عندنا استقلاب لزمرة الاستاتينات فهي عم تتراكم بالجسم عم تتراكم عم تعمل مفعولها بشكل مستمر فلح يصير فيه ارتفاع كتير كبير بتركيزها وهذا فيه له آثار سلبية نفس الشي بيأثر على موضوع الفيكسوفينادين اللي هو مركب لمضاد للحساسية كمان بنفس الطريقة أنه بيكسر من الأنظيم يلي عم يؤدي لاستقلابها فبصير عنا فعل مضاد للحساسية شديد جداً قد يؤدي إلى حالات نعاز شديدة أو دخول يمكن بصبات ما يقدر المريض بيموت منه يفيق منه فبالتالي الغذاء هو تماماً يتصرف مثله مثل الدواء كمان لازم نحنا قبل ما ناخد الدواء نستشير زي ما نروح على الطبيب أقرب صيدة اللي موجود إلنا لأنه حتى نحنا الصيادة لعننا فكرة عن هذا الموضوع نحنا يعني ملعبنا هذه القصة دائماً يسأل أنه أنا هل فيه غذاء معين لازم أاخده فيه غذاء ما لازم أاخده يكون على بييني قبل ما يتناول أي دواء صحيح طب دكتوري نحنا في حالات منلجأ فيها أنه نحنا لا بدنا هذا الاختلاط اللي بيصير بين الغذاء وبين الدواء يعني نحنا بنقصد أنه نعمله تماماً هلأ أحياناً إيه يلجأ منلجأ لهذا الموضوع مثلاً وقت عملوا تركيبة الكوديين مع البراسيتامون هي كان الهدف منها التآذر اللي بيصير بين مفعولهم اتنيناتهم لزيادة المفعول المسكن تمام فنحنا إيه نلجأ لهذا الموضوع حتى بالغذاء نحنا وقت يأخذ يتعالج المريض بالحديد من أنه يخذ معه شيء حامضي عصير ليمون عصير برتقال لأنه الوسط الحامضي يزيد من امتصاص الحديد ويمكن ما بعرف أهلينا الأوائل نحنا بالمطبخ السوري كل الأكلات الغنية بالحديد منعصر له ليمون صحيح وكأنه هني كان عندهم فكرة أنه عصر الليمون هو يزيد من امتصاص الحديد فبالتالي ايه نلجأ لهذا التداخل أحيانا لنحصل على فعل تآذر يزيد من التأثير اللي أنا عم دور عليه مثل أحيانا منقول مناخد حبتين سيتامول مع فنجان قهوة كافيين تماما الكافيين مع البرسيتامول بيزيد المفعول المسكين بطريقة كتير كبيرة إذن نحنا منبحث عنها لنزيد من التأثير اللي نحنا عم ندور عليه طيب دكتورة تحكينا عن تأثير أنه نحنا ناخد مسكينات أو مكملات غذائية بكثرة شو بتأثر؟ والله هذا سؤال كتير مهم بتشكرك أنه طرحتي على رأس المكملات الغذائية لأنه للأسف المكملات الغذائية لا تخضع لقوانين الوصفات الطبية وتصرف تعرفي أنت عشوائيا حتى في بلدان بالعالم في رفوف بالسوبر ماركت بيكون فيها مكملات غذائية بإمكان أي إنسان يحصل عليها وما بيعرفوا أن المكملات الغذائية لها أضرار تماما مثل الأدوية إذا لم يتم التقيد بالجرعات وإذا ما كان فعلا جسمنا بحاجة إلها تعرفي أنت المكملات الغذائية خلينا نقول فيتامينات 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 بتنقسم لزمرتين أساسية ذوابة في الماء وذوابة في الدسم نحن إذا جسمنا مانو بحاجة الفيتامينات الذوابة في الدسم يلي هي A و D وأجينا نحن عم ناخدهم لأنه الشائع عنا أنه نحن نسمع جارتي أخذت وبنت خالتي أخذت واستفادت عليها تماما فأنا لازم أخذ معناته أنا إذا أخذته باستفيد وأنا جسمي أصلا ما كان نقص عندي فالفيتامينات الذوابة في الدسم تتراكم في الجسم طرحة من الجسم بياخد وقت كتير طويل تراكم هذه الفيتامينات في الجسم يؤدي إلى مشاكل كتير كبيرة فيتامين A قديش هو نحن منقول مفيد لعصب العين صحيح عنده كالسيوم لنفرض الكالسيوم هلأ كتير شائع ودرجة أنه كالسيوم وبيتامين D وإلى آخره أشخاص اللي عندهم أمراض غدة وبيأخذوا أدوية للغدة الدرقية الكالسيوم يعاكس تأثير أدوية الغدة الدرقية بكمية كتير كبيرة فبالتالي هو بيكون عم ياخد كالسيوم بدون ما يسأل طبيبه على أساسه وعم يفيد حاله لأعظامه لكن هو عم يخسر فائدة الدواء المعالجة للغدة الدرقية فموضوع المكملات موضوع كتير خطير لأنه برجع بيأخذوه بدون ما يستشيروا حتى المسكينات المسكينات بتعرفوا أنتو ثلاث زمر أساسية يعني عنا أول شيء باراسيتامول بيجي بعد منها مضادات الالتهاب غير السيرويدية بعدين مسكينات الألم غير المركزية مسكينات الألم مركزية كلاتنا بنعرف أنه هي تؤدي إلى الإدمان استخدامه العشوائي واستخدامه الطويل يؤدي حكما إلى الإدمان ما في حل تاني أبدا وقد يؤدي الإدمان عليها للوفاة مضادات الالتهاب غير سيرويدية كمان إلى مضار كتير كبيرة يعني هي على الكلاك المان مثلا تعمل احتباس سوائل تزيد من تميع دم مثلا للأشخاص يلي بياخدوا مميعات حتى البراسيتامول مثل ما حكينا قبل شوي اللي هو معروف أكثر الأدوية أمانا وسلاما لكن نحنا لما مناخده عشوائيا وبيكفش جرازة اللي طبعا سمية كبيدية وبيتعطى الكبد بوقف عن العمل فنحنا ولا أي دواء أنا بناشد عبر شاشتكن وكل ما بطلع بإطلال إعلامي رجاء يا جماعة ما تاخدوا أي حبة دواء ولو كان حبة سيتامول قبل ما تستشيروا طبيب أو أقرب صيدة لي موجود لكم صحيح طب دكتور في حالات معينة نحنا بنكون عم نعطي فيها دواء واحد فقط وخاصة أنا بقصة فيها غالبا اللي بتتم فيها هاي المشاكل هي أدوية الأنتيبيوتك أو المضادات الحيوية بصير في عنا تأثير سيء كونه نحنا عم ناخد هذا الدواء بهيك حالات نحنا شو ممكن يكون في عنا حل إذا بدنا ناخد حسراً هاي الزمرة هلا حسراً هاي الزمرة إذا نحنا مثبت أنه نحنا عم نضرر منها لا أكيد هناك حلول أخرى وفي زمر تانية ألطف بتكون يعني ممكن ناخدها بدالها هي الخطر بيكون وقت نحنا عم ناخد الأنتيبيوتك لأول مرة وبيعمل عنا المفعول السيء أو التأثير السيء غير المرغوب فيه يلي ما لنا متوقعينه وممكن يكون خطير جداً هحكي لك قصة بسيطة ابني كان عمره سنة وشهرين التهاب أمعاء استخدمنا ما لحقول الاسم التجاري التريميتو بريم مع سلفا ميتوكترزول تماماً خلال خمسة عشر يوم راح يتصفيحات من جسمه تماماً دخلنا بحالة تصبيت نقي واضطر الولد للمشفى وعلاج الحمد لله نفض منها وصار شرب هلا الله يسلمك بس هي كانت أول مرة عم ياخد الدواء فنحن الخطورة دائماً في التأثير السلبي يلي بيظهر أول مرة استعمال الدواء هون القصة أحياناً بتكون المشكلة أو التأثير السلبي عابر ممكن نتعامل معه أو ممكن يكون الحل هو إيقاف الدواء بس وما نعود ناخده مرة تانية بمشي الحال لكن أحياناً بيكون الأثر السلبي كتير سيء أحياناً تحدث بعض الأدوية صدمات تأق شديدة جداً قد تؤدي إلى الوفاة يعني البنيسالينات مثلاً تعرفوا أنتو أحياناً صدمة التأق حتى من أول استعمال أحياناً قد تؤدي إلى الوفاة مثل ما قلنا تصبيت النقي ممكن كتير وارد يصير من أول مرة لذلك نحن دائماً مننبه على المرضى قبل ما ياخدوا الدواء رجاءً اقروا الوصفة يلي مرفقة مع البيت الدواء لأنه هي تحتوي على كل التأثيرات غير المرغوبة يلي نحن ممكن نشوفها وقتنا ناخد هذا الدواء ودائماً وقت بلشتوا هذا الدواء أنتو أو حدا من أفراد العائلة خليكن منتبهين لأي عرض غريب بتحسوا فيه لو إن شاء الله بيجوز تنميل بالأصابع ممكن شوية ديئة نفس نوم زيادة أحياناً قد يكون مؤشر إلى أنه هذا الدواء عمل شيء غير جيد مع هذا الشخص فهو الانتباه دائماً مثل ما قالنا قراءة النشرة المرفقة مع الدواء كثير بتخفف علينا مشاكل وفي حال ملاحظة أي شيء غريب المبادرة فوراً لأقرب مشفى موجود لنا صدمة التأقب تعرفي أنت أحياناً خلال دقائق بيصير اختناق بيصير وذمة بالبلعوم وتؤدي إلى الاختناق ولذلك لازم يكون التحرك سريع لازم يكون من تبهين تحرك سريع إن شاء الله هيك العافية للجنة الله يحملكي يارب طيب دكتورة حضرتك قلت أنه ممكن أي عرض نحن منلاحظه غريب بعد تناول الدواء نلجأ لأقرب سيدلاني أو أقرب مشفى طيب في بعض الأدوية بتسبب بآلام بالبطن أحياناً ممكن تكون مثلاً بيسموها بالعامية الأدوية التقيلة ويكون تحت وصف الطبيب فنحن هون شو الحل؟ هلأ هاي الأنواع من الأدوية غالباً تؤخذ بعض الطعام ما لازم ناخدها على معدة فاضية غالباً ترافق مع اللي ما نسميه نحن واقيات المعدة اللي هنه مصابيطات من ضخط البروتون وإلى آخرية القصاص يلي نوعاً ما بتخفف من الأثر السيء لهن وأحياناً نحن بعض التركيبات مثلاً مثل الحديد في كتير ناس تدايق لما بتاخده طموي فممكن يرجعوا لأخدوا مثلاً تسريب وريدي ضمن مشفى بين قوصين أكد على فكرة أنه ضمن مشفى ما ناخده برات المشفى لأنه ممكن يعمل بصدنة أخرية أحيان في منه أبر عضلية أبر عضلية أنه يعني كتير بدو يكون في حذر حتى الإبرة العضلية يجب أن تؤخذ بالنسبة الحديد عم نحكي لازم تؤخذ بالمشفى إلى طريقة معينة بدي يكون نصل الإبرة طويل ويدخل زيجزاك إلى كتير قصص يعني بس أصدي أنه الإدوية التقيلة أحياناً يتم الاستعادة عن مثلاً دواء بدل ما يكون فموي ممكن يكون حقن ممكن أحياناً يكون تحميل لمفرد ممكن يحل المشكلة شوي صحيح يكون الشخص آكل بس إذا الإزعاج كتير قليل كتير كتير فلازم يعني ندور على بديل آخر يحل لنا المشكلة بدون ما يعمل هذا الإزعاج صحيح طمع دكتورة رح أختم معك مقابلتنا لليوم بسؤال كتير شائع اللي هو أنه أنا إذا أخذت براستامول أو مسكينات مع مياه غازية أو حتى مشروبات غازية هذا الشيء ممكن يؤدي للوفاة هذا الشيء صحيح أم خاطئ يا لطيف وفاة فوراً لا ما بيؤدي إلى الوفاة بس نحن دائماً ننصح أنه تناول الأدوية يجب أن يكون مع الماء وفقط الماء وماء بدرجة حرارة الغرفة يعني لا يكون بارد كتير ولا يكون أشياء ساخنة هلأ المشروبات الغازية لا تؤدي إلى الوفاة بس هي أحياناً يضاف لها الكافيين أحياناً يضاف لها حمود أحياناً يضاف لها مركبات تانية هي قد تتعارض مع الدواء اللي نحن عم ناخده فبتعلي ممكن تخسرني مفعول الدواء أو مثل ما أنا تعمل تآذر تؤدي إلى مفعول أنا مالي مالي مضطرة عليه يعني أنا تماماً حرارة الماء نحن عم نشربها بتأثر إذا ساخن ممكن كمان نتفكك المركبات وما أحصل على المفعول بارد جداً أيضاً نفس القصة لذلك لا لا يؤدي إلى الوفاة إنما ما في ضرورة ناخده مع مشروبات غازية نحن حبيت هالدواء معلشي نص كاسة ماء ما ضائد فينا الدنيا تماماً يعني حتى أنا ما بنصح في ناس حتى مع العصير عصير فرش بيكون ممكن عصير برداني لا يا جماعة ما لشي حبيت الدواء كاسة تماماً وبعدين شربوا شو ما بدكون كيف ما بدكون صحة يعني وهلا على إلكم حتى بحبت دكتوري نوها إنه يكون الكم وافر من الماء حينما بيصير عنا مشاكل مريئية تمام 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 أكيد كم وافر يعني نصف كاسة إلى كاسة خلينا نقول وبعيداً عن المشروبات الثانية وبعدين بس ياخدوا دواء يشربوا شو ما بدون وما في عنا مشاكل شكراً كتير لك دكتورة وشكراً كتير لوجودك معنا ولهالمعلومات القيمة شكراً لدعوتكم أهلا وسهلا فيك لهوم نكون وصلنا لخطام حلقتنا متمنى نكون قدمنا مواضيع مهمة بتفيدكم وتكون النسائح والخبريات والفقرات عم تجاوب عن أسئلتكم وعم تكون الدليل الأول لمعرفة الأمراض اللي عم تنصابوا فيها أو حتى العلاج ولا تنسوا تتابعوا صفحة دووز على مواقع التواصل الاجتماعي وتكتبوا لنا بعد كل حلقة عبر بريد الصفحة أو الكومنتز شو هي اقتراحاتكم يلي جاي وكمان رح تكون كاميرا تسمى مرافقتكم باستطلاع أسبوعي عن أسئلة بتختر ببالكن حول مرض معين تبقوا بألف خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر